انتلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في نسخته الثالثة عشر بمعبد الأقصر ويحتفي المهرجان بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما كما يحتفي المهرجان بمرور خمسين عاما على تأسيس صناعة السينما في مالي الدولة الضيفة الشرف لهذه الدورة هذا وقد قام الحضور بالانطلاق في رحلة نيلية إلى معبد الأقصر حيث يقام حفل الافتتاح وتأسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عام 2012 بهدف دعم وتشجيع الانتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة لإتاحة شبكة من التواصل المستمر بين صناعة السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميا اشتركوا في القناة